بعد تطرق قناة النهار لحالة الطفل الجواد واستجابة وزارة الصحة للتكفل بحالته توجهت عائلة الطفل ظاهرة اليوم إلى بلجيكا من أجل إجراء عملية زراعة الكبد وذلك بعد تكفل وزارة الصحة بحالته الذي تستدعي إجراء عملية خارج الوطن وهو ما ترك فرحة كبيرة لدى العائلة وسكان الحي حمزة سيدك اليوم إن شاء الله رأنا مساهلين بلجيكا بأننا مقبلين العملية الجراحية لابن جواد نشكر الشعب الجزائري اللي هبة تضامنية اللي وقفوا معي على حالة عجواد وساندوني في حالة عجواد ونشكر وزارة الصحة على رأس عبد الملك بوظيف نشكر وزارة الضمى الاجتماعي هذا اليوم اللي أدخل السعادة والبهجة إلى قلوبنا هاه جاء اليوم وسافر إلى بلجيكا يبقى يعني يدروك نبقى إن شاء الله ننتظر نجاح هذه العملية تكون الفرحة إن شاء الله كبيرة ونفرح وقع منها عبر قناة النهار نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد